السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر الفلاحي على أصوله بأسهل طريقة وأبسط المكونات ومن غير أي خزعبلات ولا أي مكونات إضافية هنعتمد الطريقة الفلاحي الأسهل والأبسط على الإطلاق ومش نحتاج فقط غير الرز والمادة الدهنية وكمان اللبن طاجن الرز معمر بوش أكتر من رائع الرزاية مستوية وكمان الرز مفلفل ومتلدن وطعمه أكتر من رائع أمال سرنا هيبقى في إيه؟ سرنا هيكون في بساطة المكونات وترتيب الخطوات يلا بينا يشبه حضر المأدير ودخلي معايا الفيديو براجلك اليمين وطابع معايا الفيديو بالتفصيل هنقول بسم الله ونبتدي بالمأدير وطريقة التحضير أول مكون موجود معنا هو الرز موجود معايا رز مصري ممتاز درجة نمرة واحد يعني اللي هو مفوش ولا حباية رز واحدة متكسرة مهم جداً الخطوة دي علشان تقدي نتيجة ممتازة حضرت الرز زي ما انت شايفه دلوقتي هبتدي أحضر المصفى وهضيفه في قلب المصفى وتحت الحنفية على مية جارية أو تحت مية جارية وهبتدي أخسله كويس جداً جداً لحد ما ينزل أي نشا موجودة فيه بعد ما تغسل كويس جداً بالشكل الان شايفه ده هرجعه للبولة تاني وهعمل اي دلوقتي خطوة مهمة جداً 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 هنقع الرز هضيف كمية مية كويسة على الرز يعني هغطي سطح الرز كله بالمية وهسيبه منقع في المية حوالي ربع ساعة وممكن أكتر شوية بس مش أكتر من نصف ساعة إطلاقاً علشان الرز ما يتهريش وطبعاً ده بيعتمد على الرزة اللي أنت بتستعمليها يعني لو الرز اللي موجود معيك أنت عارفة أنه هيبوش بسرعة فكفاية عليه قوي عشر دقايق ما تنقعيش أكتر من كده ده شكل الرز بعد نقع حوالي عشر دقايق دلوقتي هبتدي أصف من عليه في المية الزيادة وبعد كده هنبتدي نحضر زي ما أنت شايفة شكله تشرب شوية من المية مشربشه مية كتير دلوقتي هصف المية من عليه وهبتدي أحضر للطاجن اللي هدي فيه الرز طبعاً أنا في الوقت ده مسخانة عندي الفرن كويس جداً على درجة حرارة 250 هدخل الطاجن فرن سخن جداً جداً على درجة حرارة 150 دلوقتي هبتدي أدهن الطاجن بتاعي بقطعة من السمن البلدي استخدمت الوصفات من النهر ده سمن بالدي وتاعها لشان تاخدي أفضل وأحسن طريقة للرز المعمر سواء سمن بالدي أو زبن نيوزيلاندي صفرة النتيجة في الاتنين ممتازة ممتازة ده انت الطاجن دهنة كويسة جداً من السمن اللي موجودة معي تقدري طبعاً تستغني عن الخطوة دي خطوة اختيارية ولكن هتسهل عليك كتير بعد كده أثناء غسل القواني أو غسل الطاجن بتاعك مش هتلاقي فيه أي رز لازق حطيت الرز كويس جداً في قلب الطاجن بالشكل اللي انت شايفه ده وبعد كده محطرت كيلو من اللبن لكل كيلو من الرز كيلو من اللبن اللبن مدوبة فيه الملح حتى فيه الملح طبعاً على حسب الرغبة دوبت فيه كمية الملح وبعد كده اضفته على الرز بالشكل اللي انت شايفه ده بعد كده هجيب معلقة وهبتدي أساوي وش أو سطح الرز من تحت اللبن كويس جداً علشان ما تطلعش حتى منفوخة قوي وحتى نزل قوي يعني لو فيها كمية رز كبيرة هتلاقي في جنب ترفع معاكي قوي والجنب التاني هابط شوية لأنه طبعاً فيه كمية رز قليلة طبعاً كمية اللبن هتكون هي هي بالظبط كأنها مية زي ما بنعمل الرز العادي لكل كوباية من الرز كوباية من اللبن وتقدري طبعاً بعد كده لو حسيت ان الرز بتاعك بيشرب سوائل أكتر والرز محتاج منك شوية سوائل أكتر أو لبن أكتر تقدري بعد ما الرز يستوي ويوصل للشكل اللي انت شايفه ده تساق سقيب شوية لبن من على الوشي وتسيبه في فرن درجة حرارته هادية جداً جداً لحد ما يستوي تقريباً مش ياخد منك وقت طويل ربع ساعة وهيكون جاهز معكي وزي ما انت شايفه ده كده شكل الرز بتاعنا بعد حوالي نص ساعة على درجة حرارة 250 زي ما قلتلك طبعاً احنا لسه محطناش المادة الدهنية بعد ما خرجنا بالشكل الانت شايفه ده هنبتدي نفتح بي فتحات بالسكينة أو بشوكة أو بمعلقة المهم سكينة تكون بشكل الانت شايفه ده او اي سكينة عمتاً يعني لان لو معلقة انت اول ما تنزليها وانت بتشليها هتلاقي الرز بيخرج معاكي في المرحلة دي الرز كان تقريباً استوي بنسبة 80% يعني كان بس محتاج تلدينة خفيفة كده وهو هيدخل في السوء على طول ودي الفترة اللي احنا محتاجينها لحد ما يشرب السمنة بتاعته كويس جداً بعد ما فتحنا الفتحات بالشكل ده هنبتدي نحط درل السمنة زي ما قلتلك مهم جداً لو سمن بلدي او زبدة صفراء النتيجة هتكون ممتازة حطت تقريباً حوالي من معلقتين لتلات معالي والسمنة على حسب راحتك بس ده كان كفاية قوي من معلقتين لتلات معالي قطعتهم بالشكل الانت شايفه ده وضفتهم على وش الرز من فوق بعد كده هرجع طاجن الرز المعمر الفرن تاني لمدة تقريباً 10 دقايق مش اكتر من كده او ربع ساعة بالكتير قوي مش هياخد مني وقت طويل طبعاً سخنية الرز هتخلي السمنة تسيح وتنزل تحت تتغلغل في قلب الرز التيعي وبعد ربع ساعة طلعت الطاجن ووصل للشكل الان شايفه ده طبعاً استوي بنسبة 100% رزاية متل الدينة حلوة كده طعمها لذيذ وحلوة جداً جداً طبعاً الرز واخد الوش اللي اي حد بيعمل رز معمر بيبقى عاوز يطلع الوش اللي انتو شايفينه ده ووش لبن مهم جداً طبعاً اللبن يكون نوع كويس آآ علشان تعمليه باللبن المبسطر ناتجته هيكون ممكن الطعم مختلف شوية لأن اللبن الحليب البقري او اللبن الحليب اللي هو الجموسي طعمه بيكون مختلف شوية عن اللبن المبسطر لكن ده طبعاً ما يمنعش انك لو حاب تعمليه الرز المعمر تعمليه باللبن المبسطر هيكون حلو طعم وجميل وكل حاجة ولكن الاختلاف الوحيد هيكون في الوش مش هيديك الوش اللي انت شايفي ده وكل ما كان نوع اللبن احلى كل ما كان الوش احلى واحلى زي ما قلتلكه في اول الفيديو السر في ايه السر في المكونات البسيطة وفي ترتيب الخطوات نعيد مع بعض تاني الخطوات البسيطة علشان ناخد احلى طاجن رز معمر اول حاجة هننقع الرز كويس جدا لمدة تقريبا 10 دقايق لربع ساعة وبعد كده هنضيفه في طاجن الطاجن يكون مدهون او ممسوح مسحة من الزبدة هنبتدي نضيف الرز ونضيف بعد كده اللبن اللي ضيفنله الملح مش هنضيف الملح بطريقة مباشرة على الرز لأ هندوب الملح في قلب اللبن هندخله الفرن المدة من نص ساعة لساعة الى رابع على حسب الكمية اللي بتحضريها هتدخليه فرن مصبخ التسخين سخن كويس جدا درجة حرارته 250 هتدخليه للمرة الاولى لمدة من نص ساعة لساعة الى رابع واول ما اللبن او اول ما الرز يشرب اللبن ويعمل وش حلو كده ولونه جميل هبتدي اخرجه وأديله المادة الدهنية اللي موجودة معي بس قبل ما اديله المادة الدهنية هفتحه فتحات كويسة جدا بالسكينة علشان المادة الدهنية او السمنة بتاعتي تنزل للرز بتاعي من جوه وبعد كده هرجعه الفرن تاني لمدة تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة وبعد كده تقدري تكلي احلى واجمل وقلاز رز معمر هدو ايه في حياتك ومن غير اي افتكاسات واي خزع بالك وبس كده خلاص يا شابة دلوقتي بقى تقدر تجرب الرز المعمر بالطريقة دي وتقولي لي رأيك في الكومنتات لحد هنا الفيديو خلص ووصفتي كمان خلصت اتمنى من كل قلب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب اشافكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دمتم امينين يا احلى متابعين ترجمة نانسي قنقر